في الليلة الماضية كان البلينك متحمس عندما ظهرت جيسو كضيفة في البرنامج المتنوع دين جينوفيستي على اليوتيوب وأثناء البرنامج شاركت جيسو في العديد من المناقشات حول نصائح المواعدة وأيضا شاركت أفكارها حول العديد من المواضيع المختلفة ومن تلك المواضيع كان هناك أسئلة مختلفة حول ما يمكن فعله مع الأصدقاء الرجال ولي الناس وكيفية معرفة الأصدقاء المزايفين مع تطوير شخصية قوية التفكير فعندما سألت جيسو إن كانت تعتقد نفسه زيت عقل قبي ردد بكل ثقة وقالت أنا لا أعتقد أن عقلي ضعيف أنا حقا لا أخاف فلا يمكن أن أشعر بالخوف بسهولة وقالت أيضا أنا قادرة على التعبير عن رأيه عن ما أريد بدون أي تردد وأيضا تكلمت جيسو عن صداقته التي دامت لمدة عشر تعاون مع جينوف ورغم كل تلك الفترة طويلة إلا أن جيسو أوضحت أنه من الصعب أن يبقى الرجل والمرأة مجرد أصدقاء لأن الأمور يمكن أن تسير في منحنا غير متوقعي طريق رومانسي وعندما سئلت جيسو إن كان هناك أي رجل طلب منها أن يكون مجرد أصدقاء قالت لا وقالت أن هناك خط واضح بين الصداقة والاهتمامات الرومانسية ولكن يرى بعد الفان النجيسو ربما كانت تجذب لأنه من المستحيل لا يطلب منها أي رجل على الأقل أن يكون مجرد أصدقاء وفي أخبار أخرى انتشار مؤخرا مقطع تيك توك لفنانة تظافر من تايلاند وشاركت فيه تجربتها عند العمل مع ليسا في حفل ميلبورن مؤخرا والمسيل الاهتمام أن تلك الفتاة وصفت ليسا بكلمة إنها عميلة متحكة لأن ليسا تحدثت معها باللغة التايلندية لفترة طويلة كما لو أنهم كانوا أقارب وبالإضافة إلى ذلك يعلم جميعنا شعبية ليسا عالمية فمؤخرا دخلت ليسا مرة أخرى في موصوعة جانس كأول عيد اليصل إلى 95 مليون متابع على الانستجروم وبالشكل عام شعبية جميع العضاء العالمية فهناك ثمانية متدربين من وكالة تشويبي اختاروا عضاء بلاكبينك كقدوة لهم في برنامج اليونكست أخباني في التعليقات ما رأيك أنت في تلك الأخبار ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاكبينك أراكم في المرة القادمة